أقول لك أنت بالذات آخر مطشين كمان أنت لعب اتنين تقال قوي قوي ولعب مطشين كل مطش مئة عشرين بياه وهم عادين بيعدوا وحطين رجل على رجل مش مشحونين مش سعبنين مش مرهقين مش مصابين فاهم عصدي فبالتالي ممكن ده يكون في صلاحهم والنهاية تقول لك لأ أنت احتكت كويس قوي وعملت يعني تفرع على مستوى الأداء ومستوى الثقة بالنفس أنه المكاسب لما بتكسب منتخب كبير بتقالي أنه ده دفع معنوية كبيرة جدا لكل اللعيبة بتعلي الثقة بالنفس بتعلي الثقة في إمكانياتك فبالتالي أنت راح تلعب الكاميرون مش هتكون بتلعبها زي ما لو كنت مثلا واصل الدور قبل النهائي وانت بعدي منتخبات صغيرة أو بتضلين يعني زي ما بيقول طبعا هو الكاميرون يمكن هي مشوارها في البطولة كان من أسهل الطرق اللي كانت موجودة للمنتخبات شفنا المنتخبات حتى اللي كانت في طريقها كانت منتخبات يعني في المتناول آه كانت اللقاءات صعبة بالنسبة للمنتخب الكاميروني لكن هنقدر نقول أنه فعلا سلاحظوا حدين لأنه ما قابلش منتخب كبير ما كانش ما ظهرش بالتوب فورم اللي هو المنتخب اللي يقدر يتعب لعبة الكاميرون يقدر يخرج منهم أفضل ما عندهم عكس المنتخب الوطني اللي هو قدر يقابل منتخب كودي فور اللي كان في رأيي شخصي كان أفضل منتخب في دور المجموعات طبعا هو منتخب نجيري يمكن أفضل منتخبين في دور المجموعات خرجوا من دور ثمن النهائي بعد كده المنتخب المغربي كان احتكاك قوي جدا هو بس عامل الإرهاق هو اللي مش هيب أفصل إحنا لكن غير كده كفورم المنتخب المصري طبعا هو الفورم الأعلى من المنتخب الكاميروني ترجمة نانسي قنقر